أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة الكتاب المبين والحقيقة النهاردة بإذن الله تعالى هتكون حلقة من الحلقات التي تستمتعون بها كثيرا وخاصة في معية أهل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يحشرنا في زمرتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه النهاردة إن شاء الله حنستمتع وإياكم بالقراءة وبالحديث الشائق الممتع بعنوان رحلتي مع الكتاب المبين ومعي العلم الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ القارئ المعروف فضيلة الشيخ قضب الطويل القارئ بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي أهلا بك مناور مولانا وعودنا على بد إن شاء الله الله خير ومبارك الله فيكم وأيضا هناك مفاجأة في هذه الحلقة وأنا الحقيقة اللي اقترحت هذا الأمر لأنه أنا لاحظت حاجة أنه أهل القرآن دائما لما يكون فيه قارئ وقارئ معروف ومشهور بيحاول قدر الإمكان أن تكون ذريته من أهل القرآن أيضا ويحاول أن يكون في بيته قرآن بحيث أن القارئ إذا توفاه الله عز وجل فتكون الذرية كلها بعضها من بعض والحقيقة أني دخلت بيوت كثيرة من بيوت أهل القرآن فوجدت أن كل قارئ يحرص حرصا بالغا على أنه ابنه أو بنته يكون من أهل القرآن يعني على سبيل المثال الحصر دخلت بيت مولانا فضيل الشيخ محمود خليل الحصري صحيح ما فيش قارئ إذاعي بعد الشيخ محمود خليل الحصري من العائلة نفسها لكنني علمت أن جميع أفراد أسرة الشيخ الحصري وهم قالوا لي هذا قالوا كلنا حفظين لي القرآن الكريم فضلت الشيخ محمد عبدالوهاب التنطاوي عنده أولاده بسم الله تبارك الله من القراء ومن حافظي ومجودي ومتقني القرآن الكريم دلوقتي حديثا أنا أتكلم على سبيل المثال فقط الشيخ محمود علي البنة فيه الشيخ أحمد محمود علي البنة مع أنه محاسب لكنه قارئ أيضا للقرآن الكريم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد حبيبي السيادة اللي هو طارق عبدالباسط عبدالصمد والشيخ أحمد عبدالباسط عبدالصمد أيضا برضو أنا مش عايز يعني أنا عايز بس أوصل فكرة أنه أهل القرآن يعني حديثا مثلا أخي الشيخ سيد عبدالكريم الغيطاني عنده أحمد أيضا بيؤهله أنه يكون إن شاء الله برضو قارئ ذا وقارئ مشهور يعني معناه أنه أهل القرآن يعلمون ببركة القرآن ولذلك الأب يريد أن يكون أبناؤه أو بناته من القرآن فخلينا نرحب بي الإبن الأكبر لفضيلة الشيخ قد بالطويل فضيلة الشيخ محمد قد بالطويل أهلا بك منور ونقول ذريتا بعضها من بعض طبعا وبسم الله تبارك الله وأنا أحيي فضيلة الشيخ الحبيب أنه يعني أنجب لنا قارئا جميلا ويعني مجيدا بإذن الله تبارك وتعالى ونحيي الوالدة الكريمة أيضا التي أنجبت يعني هذا القارئ المعروف والقارئ الكبير إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يعني الحديث معكم شائق جدا وأنا مشتاق ليكم من يوم دخلت بيتكم 2013 في أعلام الأمة وأنا أكن لهذا البيت كل تقدير وكل احترام لأنكم أكرمتمون كثيرا بارك الله فيك بقناة الرحمة والعاملين عليها الله يكرمك الله يكرمك بارك الله فيك نستفتح بالقراءة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين إن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتذل لهم عذابا أليما ويتعى الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فما حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتاته فضلا من ربكم ولتعلموا عذب السرين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه قائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا 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 يلقاه من شورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم ربنا اشرح صدرك ربنا اشرح صدرك شرحت صدورنا والله بالدقائق البسيطة ديت وبالخشوع في التلاوة زادك الله خشوعا يا رب العالمين وتقبل الله منك حبيبا يا رب يا رب طيب يعني هذا الشبل من ذاك الأسد إن شاء الله فنسمع فضل الشيخ محمد الله يخلي فضل يا حبيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مغبورا إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْ شَاهِ النَّبَتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَوْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّا الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا يَشْرَبُونَ اَوْلَاتِ يَشْرَبُونَ عِيْنَا أَعْبَادُ اللَّهِ يَشْرَبُونَ يَنِحْرَبُونَ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مسكينا وعتيبا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله فيك بارك الله فيكم أنا ملاقص حاجة فضل الشيخ قطب وفضل الشيخ محمد إنه يعني الشيخ قطب الطويل مدرسة متميزة يعني أنا ساعات أقول للقارئ مثلا حضرتك باعتباري خبرة كده بالقرآن بفضل الله وأحب يسمع القرآن أقول له حضرتك مثلا بتاخد من فضل الشيخ فلان لكن أنا لو سمعت وأنا عندي وجهة نظر دايما أن بسمع يعني من الشرط أشوف القرآن يتسمع فأنا أسمع أقول آه ده ده الشيخ قطب الطويل واخد بالها لك فيعني أنت عملت إيه عشان مدرسة دي لأن طبعا يعني كتير من القراء أو القراء لازم يبدأوا الأول يقلت شوية يعني الأول يعني يعني أنا ملاحظ أن فضل الشيخ محمد بينقل من الشيخ قطب واخد بالها لدك طب الشيخ قطب في الأول خالص نقل من مين أو كان بيسمع مين في الأول خالص في المرحلة في بداية العمر كده في المرحلة الإعدادية كنت حريص على أن أسمع الشيخ محمود علي البنة ويعني ظللت فترة طويلة أقرأ بصوت الشيخ وبنغم وسبب في ذلك كان فيه وكيل لسيدنا بيحب الشيخ البنة آه يا سلام يا سلام يعني ده كان أكبر من السنة آه تمام تمام وكان نائب سيدنا آه ده كان طبعا في الستينات أيو أيو رب ندك الصحر وإحنا 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 لسه في الكتاب نعم نعم لما جينا السبعينات وبدأ يعني الصوت يظهر قرأت للبنة كنت أقرأ في الحفلات والمآتم وكأن البنة يقرأ يا سلام في اللي كان عشقا ما شاء الله وظلت هذه الفكرة وهذا الاتباع حتى شرفت به وأنا طالب في الجامعة في طنطة أو اللقاء بقى مع الشيخ البنة وهو قارئ في مسجد سيد أحمد البنة الشيخ محمود علي البنة نعم نعم هذا الرجل الغالي الغالي جدا لدى قلب لأنني يعني الرزاة أنا واليدي الله يرحمه أنا ورثت منه حق بالشيخ البنة صراحة أنا يعني صوت العزب كأنه ماء النيل صراحة رحمه الله رحمة الله طيب قابلتوا بقى في مسجد إيه حضرتك في سيد أحمد البنة في سيد أحمد نعم كان فيه احتفال دائما سنويا أنت حضرك أعتقد قارئ السورة في سيد أحمد بدوي لا أنا قارئ سيد إبراهيم الدسوق سيد إبراهيم الدسوق قارئ السورة الآن في سيدي إبراهيم الدسوق مشاركة مع الزميل الشيخ أحمد عوض أبو فيوت مع الشيخ أحمد عوض فيود نعم تحياتنا لشيخ أحمد عوض نعم طبعا الشيخ بحمد علي البنة أثر فيه كتير يا السلام إلى أن يعني شرف بالمكان وأنابى بعده سيدنا الراحل العظيم العظيم وأنا أعني كلمة العظيم سيدنا الشيخ محمد عبد العز حصان الله يرحمهم جميعا يا رب الله يرحمهم نغمه طبعا أستاذ النغم هو مأمون همر وأستاذ الوقف والابتداء فيضار من النغم طبعا يعني أخذت منه بعض الشيء يبقى أخذت من مولانا الشيخ البنة شوية وأخذت من الشيخ محمد العز حصان البنة اللي أسقل صوتي الله يعني أنا بقى لي صوت بعد الشيخ البنة آه تمام سمعك يا فضل الشيخ قد الشيخ البنة سمعك ما سمعني إنما أنت كنت فرحان حتى لما كان ينزل عندنا في الحفلات كنت يعني جليسه حتى ينتهي يا السلام الله يرحمه بعد كده انتقلت لشيخ حصان جماعتنا الظروف بعد كده على التخرج بفضلة الشيخ الراحل الشيخ محمد الليسي التخرج من كلية الشريعة كل شراء آه عام 85 تمام آه التقيت بعد كده بالشيخ محمد الليسي الله يرحمه بجمعه فوجدت ان النبرة موافقة لنبرة الشيخ محمد وريبة فعل أيوة والشيخ محمد يعني هرم كبير برده طبعا هرم كبير طبعا طبعا يعني طبعا أنا لا أقول الشيخ محمد الليسي وبرده ده ذكاء منك يعني انك انت تشوف صوتك رايح فين نعم ده ذكاء نعم ذكاء وتوفيق من الله سبحانه وتعالى الحمد لله طبعا طبعا يعني حينما أذكر الشيخ البنة وأذكر الشيخ حصان وأذكر الشيخ الليسي هذا لا يعني ان فيه أساتذ آخرين طبعا طبعا الخير كتير 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 جدا طبعا طبعا لان فيه أسيادنا زي الشيخ الشحات على سبيل المثال على سبيل حصر. هذاك مؤدب يا شيخ قد نعرفين عنك. الدنيا كلها عرفة عنك الأدب. كل من سبقاني إما أن يكون أبل. الله. وإما أن يكون أخا أكبر. الله. الله. ده يعني بخلاف الكبار بقى من أمثال المدارس الكبيرة زي الشيخ مصطفى إسماعيل بقى وشيخ رفعات. شيخ رفعات. وشيخ محمد صدق المنشاوي. كله بقى كتير. كتير قوي قوي. أهرمات مصر بنصر بهم في الخارج. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. يعني كانوا ينادوننا في الدول الأعاجم بأسماء المشيخ الكبيرة دي. الله. الله. يعني قالوا لأنا في بلد العجم الشيخ عبد البسط يمشي. الشيخ مصطفى إسماعيل. يا سلام. وبعدين قابلت الشيخ اللي إتي الله يرحمه. ده كانت صداقة بقى على مستوى أسري. نعم. الرجل يعني كان. في علاقات أسري. كان البيت ظل عندي أسبوع في بيتي هو أسرته. آه. وتأثرت به. مع أنه هو من الشرقية وحضرتك من كفر الشيخ. يعني فيه مسافة طويلة فيه بينكم. طبعا. الأمرحة وجموده مجندة. أنا رحت طبعا لقرية الشيخ الليثي النخاس. النخاس. نعم. ومركز زقذيق. نعم. وعملت عنه ورحت يعني قرأت له الفاتحة ودعوت له في قبره يعني رحمه الله رحمه الله. رحمه الله. أنا كنت منزل من الإعارة. آه. معار في دول الاتشاد. آه. أنزل على قبره لازم أزوره. آه. الحمد لله. أنا شرفتي بهذا أيضا. من خلال السماع وكثرة السماع هذا الخليط المحترم. خليط أيوة. هذا المزج أيوة. ما بين أداء حصان وأداء الليسي وأداء الشيخ البنة طلعت الشيخ قد بالطويل. أيوة. بمدرسة خاصة. تمام. 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 مدرسة خاصة. الله يكرمك. يعني حينما يسمع المنشاو يقال المنشاو. حينما يسمع البنة يقول البنة. فلا بد أن يكون لك خاصية. تمام. تمام. يعني. يعني أسيادنا على عرص مفوق. لابد أن تكون لك مدرسة. أيوة. أيوة. وأنا أشهد ربي أن والله يا شيخ قد أنا حينما أسمعك في الإذاعة. أنا لا أقول التلفزيون. التلفزيون حقاك صديقي وحبيبي وأخي من سنين طويلة. نعم. شرف لي. وشرف لي. لكن أنا حينما أسمعك أقول الله. الشيخ قد. نعم. من أول البسملة. أول الشيخ قد. نعم. فهذه المدرسة نفع الله بك يا رب. نعم. نفع الله بك يا رب. نعم. فضل الشيخ محمد الوالد الكريم ومولانا الحبيب. ذكر في ثانية حديثه الكتاب. في الكتاب. فيا ترى هو دخلك الكتاب ولا هو اللي علمك القرآن ولا إيه؟ كتاب كان عنده. الكتاب كان عنده. في البداية يعني. في البداية. وبعدين. أه يعني. حفظ طبعا عليدي الشيخ. وليل فضل الكبير بعد ربنا طبعا في الحمد لله في الأحكام. يعني مولانا هو اللي علمك القرآن. طبعا طبعا طبعا. عشر سلوات فاتح كتاب. طبعا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هو ده الأجر اللي تؤجر به في الآخرة. الله 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 الله. وتعلمت القرآن وانت عنده كم سنة باش محمد؟ آه يعني. أصدي حفظته كاملا وانت عنده كم سنة؟ أنا يعني في الحقيقة أتمامت حفظ القرآن وكنت متمكنا فيه في فترة الكلية. الكلية؟ آه آه يعني أنا حفظت في الصغر. كليت ايه برضو أصول دي شريعة شراء قانون. يعني لوالي شراء قانون حضرك شراء قانون. بني أحفظكم. بني بارك فيكم يا رب. بني بارك فيكم شر حاسد. بني بارك فيكم. وشر حاطب يا رب. بني بارك فيكم شر الناس يا رب. ويبارك فيكم يا رب. ويحفظكم يا رب. أهد فضل حبيب. أتمامت حفظ القرآن الكريم. تشعر. على قدر كويس كده في الكلية. عشان طبعا نتعرف كم. بيشرف مولانا ولا كان مولانا نشغل بقى في الإذاعة؟ لا بيشرفه طبعا. آه تمام. بيشرفه. يعني كنت أقرأ قراءة صحيحة. ولكن يعني مش عارف بقى ده حكم وإخفاء. ده إقلاب. ده إظهار. ده إضغام. كان دول الشيخ بقى. يعني لما بدأت أحفظ في طفل الأطفال والبنازرية وكده. الشيخ طبعا شرح لي كل ده. أيوة. وحطيني علانه الطريق يعني. مزبوط. آه يعني هتقرأ وتبقى عزبقاري لازم تكون متمكن وعرف ده بتقول ايه؟ تمام تمام. يعني ما ينفعش أقوله ابن الشيخ ما. ممكن السؤال كده بينه وبينك. اتضربت ولا لا؟ جدا. اتضربت جميل. كدير الله. لأنه أنا أعلم تماما يعني أنه محفظ القرآن من حرصه وخوفه على القرآن أحيانا يكون فقسى ليزدجره. نعم. ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. نعم نعم. طبعا طبعا طبعا. فمن حرصه وخوفه على القرآن الكريم فإنه يكون إلى حد ما قاسي رحمة بالأدامه. يعني يقص عليه. ضروري الثواب والعقاب. آه تمام. ضروري. هو ده سبب قلة الحافظة الأيام ده عزبقاري. آه. يعني فترة. أنت أصدك يعني بعكس ما يقوله الشيخ اللي هو الثواب فقط وليس هناك عقاب. لا مش الثواب فقط. فترة من فترة تسعين وانت جاي حضرتك كده لحد دلوقتي. الكتاب قال. المشيخ بتاع الزماد اللي كانت بتضرب ضرب جامد جدا قال له. فالحافظة قال له. آه طبعا الحافظة قال له. وانت تقصد يعني فاضل الشيخ يتفق معنا. مش الحافظة بس يعني المتقنين. أيوة. أو المجيدين للتلاوة يعني. يعني أنا نفسي مولانا فاضل الشيخ قد يكلمنا كده. عن أو ينشط دور الكتاب في مصر ذلك الدور الكبير. الذي لعب دورا مهما جدا كل قراء القرآن الكريم في مصر. الذين قابلتهم وزرتهم في بيوتهم. اللي يقول لي الشيخة مريم. واللي يقول لي الشيخ فلان والشيخ فلان. وحتى الشيخ سيد متولي رحمه الله ورحمة واسعة. يقول لي بالفم المليان كده. يقول لي الشيخة مريم. فانا أكت أول مرة أسمع من الشيخة مريم دي. فوجدت من مولانا فضل الشيخ السلكاوي. محمد حمد السلكاوي برضو يقول لي الشيخة مريم. حتى نساء كانوا برضو يعلموا العباقرة دول. يعلموهم القرآن. فإحنا ياريت حضرتك كلمة. باعتبار حضرتك أولا عالم من علماء الأزهر الشريف. وقارئ كبير من قراءة لدارة تلفزيون. ليس في مصر وحده وإنها في العالم العربي والإسلامي. ياريت كلمة منك هتبقى مؤثرة جدا. لتنشيط دور الكتاب في مصر مرة أخرى. في الأول نأتي من البداية. قد يظن البعض أن مهنة فاتح المكتب مهنة من المهنة المتدنية. تمام. يحسبونها كذا. النهاردة الأب يبحث لابنه عن مدرس للفيزياء. أيوة. وبيحجز قبلها بسنتين. يبقى فتالة عدادة ويحجز له للسنة. تمام. يشوف ابن الكيميا والأحياء. ما شافش محفز قرآن. يا سلام. وإن شاف محفز قرآن المحفز يروح له بيته. ما يروحش الولد ما يروحش للمحفز. مع أن الأفضل أن يؤتى القرآن ولا يأتي. الله. الله. القرآن نكتب كان له تلت مصادر سادقا. المصدر الأول الأزهر. المصدر الثاني الأوقاف. المصدر الثالث المحافزة. المحافزة اللي هي محافزة البلد العاصمة. ده مكتب تبع المحافزة أو تبع أوقاف أو تبع الأزهر. ما العائد لصاحب المكتب؟ ما العائد؟ لا شيء. يا سلام. يعني أنا كنت مفتش في الأزهر. وبمر على مكاتب التابعة للأزهر. مكاتب التحفيز القرآن؟ أيوة. كانت من ضمن شرطتي. كنت ممر على المعاهد والمدرسين محافزين القرآن ومر على المكاتب. نعم. ما العائد على الشيخ؟ لا شيء. يا سلام. إن لم يكن للشيخ عائد مادي من الجهة التابعة لها. سواء كانت أزهر أو أوقاف أو تبع المحافزة. أهمي للقرآن. لا حاول قتال للقرآن. الطالب ما عادش فاضي يروح كتاب. أه. والشيخ ما عادش عنده يعني. ما فيش حافز. من الآخر. الله يرضى عليك. ما فيش حافز. تمام. تشجيع مادي يقول. وده مهم جدا. طبعا. نهاردة تروح تدي في المادة بالحسة نهاردة خمسمية ستمائة جنيه. الشيخ النهاردة يأخذ عشر جنيه في الشهر ولا عشرين جنيه. وفنظرتهم إلا ما يسرى. لا لا لا. تمام. وبهذا أهمل. وبالتالي يعود على الحافزة. إن أهمل الكتاب. أهمل القرآن. لأن القرآن يا أستاذ محمد عايز تلقي. طبعا. لأن ربنا اللي قال. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لتلقى. لتلقى القرآن. يبقى مش مسألة إننا ممكن أسمع في الإذاعة الشيخ قطبي مثلا. وتعلم لا. من شروط التلقي أن يرى المتلقي فما الملقن. الله الله. عشان بيسموه بالإنجليز الليبسينج. اللي هو بقى حركة الشفايف. ابن الجزري قال كده. وليس بين مرئ وتركهي على التجويد إلا رياضة مرئ بفكهي. الله أكبر يا سلام. نعم. تاني كده. وليس بين مرئ وتركهي أي للتجويد إلا رياضة مرئ بفكهي. بفكهي. نعم. يعني لازم يشوف المتلقي لازم يشوف الملقن. يعني لما يقول فلما استيأسوا منه خالصوا. واضح جدا. واضح جدا. واضح جدا. واضح جدا. على الفكين فيها. وآخروا نعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالح. وهكذا يقرأ. الله. إلا. ولذلك أنا كنت أشوف الأخت الملقبة وهي مدرسة بتلقن. أقول له يا أختي. انت دول أطفال. يعني لا مانع أن يروا وجهك. طبعا أطفال تماما. أطفال. بكشفه عشان توريهم حركات الإضغام والإخفاء والحرف المفخم والحرف المراقق. لازم المشافهة. 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 فالنهاردة صاحب المكتب أهمل فأهمل من معه وأهمل القرآن. والقرآن عن 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 حتى الصحابي حتى رسول الله حتى جبريل حتى رب العزة. الله. ولذلك يقولون السند. السند أيها. من أين يأتي السند. بالتلقي. ولم يأتي. تلقين. ولم يكن هناك تلقين. تماما. من أين. صحيح. النهاردة أفقر الناس هم المحفظون. أفقر الناس. طيب يبقى إذن فضل الشيخ قد بالطويل أنا فهمت من كلام فضلتك. أنه هي دعوة للمجتمع كله. فضل الشيخ محمد. تمام. أنه إحنا نهتم بتحفيظ أولادنا القرآن الكريم. هذا رقم واحد. رقم اثنين. لابد من الاهتمام بالمحفظ. بالشيخ. الذي يحفظ. زي ما. وعلى فكرة يا فضل الشيخ والله. أنا في أعلام الأمة قلت هذا الكلام عشرات بالمئات المرات. وحضرتك ترجع إلى علام أمة مش عارفه إحنا في حلقتنا. قلت ولا لا. لكن أنا يعلم الله أن أنا أقوله كثيرا. أنه زي ما أنا بهتم بمعلم الرياضيات والإنجليزي والفرنسي وغيره. أنا بالعكس لابد أن أقدم المحفظ حتى ماديا على العلوم الأخرى. نعم. وأنا أقول لحضرك على حاجة وحضرك في شيخ محمد. البيوت اللي فيها حافظ للقرآن الكريم فيها حكتين. فيها بركة. نعم. رقم واحد للبيت كله. نعم. رقم اثنين فيها ذكاء وتفوق وعلم. نعم. وأنا شفت هذا بعيني. أنه الحافظ للقرآن متفوق في درسته العلمي. وما في إنسان حافظ القرآن ذكاء ومحدود. أبدا. كانوا زماني يقولوا علماني يدلاني على الزكاء. النحو والحساب. الله. والنحو من القرآن. والنحو من القرآن. أصل اللغة. تمام. يعني تطوع. إن أنزلناه قرآن عربية. تطوع القاعدة النحوية للقرآن. ولا يطوع القرآن. لا لا لا. إحنا بنتعلم إحنا طول عمرنا. يعني أنا متخصص اللغة. وطول عمرنا بنستشهد بآيات القرآن الكريم. في تعليم أبنائنا وطلابنا يعني. نعم. تمام. حضرتك يعني يارب يكون هذا الموضوع. طبعا إحنا لن نوفيها حقا. لكن إحنا هذا نهيب بالمجتمع. إنه يهتم بالمحفظين. يهتم بالمحفظين. يهتم بالمحفظين. محفظين ماديا ومعنويا ونفسيا وكل شيء. هذا من ناحية. لكن حضرتك تطرقت إلى أمر مأخوذ برضو من الكتاب. حضرتك يخليك كتاب. نعم. يعني في البداية خليك كتاب. أنا كنت أعلم من حضرتكم المشايح. من الكتاب للصف الأول الإعدادي. يا سهلا. الكتاب للصف الأول الإعدادي. أعدادي أزهري. ما فيش برحلة التدعية. بالقرآن. تحانت القرآن 30 جزء دخلنا على طول الأول إعدادي. ما فيش التدعية. تمام. كان اسمه القبول. القبول بالضبط. ده معلومة جميلة. من خلال هذا الكلام أو في سياق كلام فضلتك. يعني علمت أنه لابد في الحالة دية أن تكون هناك رقابة على القراء بقى. ففي رأيك محمد باعتبارك شاب الأول. وبعدين ناخد رأيي الكبار. بس الوقت أولي الأول. تمام. فضل. لازم أرسى محمد يكون فيه رقابة على القرآن. أه إزاي؟ يعني رقابة على القرآن إزاي؟ أنت حضرتك شايف ونتابع كل الأحداث اللي حواليك. أن كل مهنة أو كل عمل لها حد برؤسه. نقيب أو مؤسسة طيب عليها. اللي بيقرأت بتحاسب. تمام. طيب النهاردة مثلا أنا لما أكون مثلا في عزاء. أكون في محفل. أكون في مناسبة. ولايه مثلا قارئ بيقرأ جنبي. أي حد بيقرأ. مش شرط الحفظ. أنا أقول لك شيء طيب يا مش حافظ ولا. أنا عايزك لما تقرأ تقرأ أحكام سليمة. أه. مين اللي يكون رقب على الحكام السليمة ديتك؟ أيها هو ده. السؤال لمولانا. نعم. مين اللي يكون الشيخ محمد بيسأل حضرتك من المسؤول عن هذا؟ بنعرف أن السادة القراء لهم نقيب. أيها. وشيخ عموم. آه. فضلة الشيخ محمد حشاد. آه. حافظها الله. ملء السامع والبصر. طبعا طبعا. أستاذنا وشيخنا. نقيب قراء مصر. نقيب قراء. ولكل محافظة من ينوب عنه. من ينوب عنه. صحيح. يعني عندنا فضلة شيخ عادة مفيوت. نعم. في قبر الشيخ. في كل محافظة. تمام. هذا. يعني هذه المهنة. يعني إذا كان للمحاميين نقابة. مم. وترضع. إذا كان للموسيقيين نقابة ترضع. إذا كان لكل مهنة نقابة ترضع. مم. فقلنا للمحسن أنت محسن. الله. من الذي يقول للمسيق أنت موسيق. آه. تمام. على الأقل القارئ الذي لا يميز المنفصل من المتصل. على الأقل القارئ الذي يقرأ بقصر المنفصل. يترتب على قصر المنفصل حاجات في الختمة. من أول الفاتحة إلى الناس. آه. تمام. لما أقرأ آية فاهم الدين المنفصلين. لازم يكونوا متسويين. ابن الجزر قال. واللفظ في نظيره كمثله. يقل ما أقول. يا أيها الذين آمنوا إن. ده أربعة وده أربعة. ما أقولش واحد أربعة. واحد اتنين. لا. فعايزين نقول إن فيه رقابة. متى تأتي الرقابة لتوقف من يتلعب. تمام. تمام. أنا لا أحدد شخصا بعينه. كل أهل القرآن على العين والرأس. طبعا. وفي القلب. طبعا. لأنهم أخذوا القرآن مهنة. الله. ما هو مهنة مجدرية ولا مهنة شيء. هذا أشرف كتاب. طبعا. لكن نعطيه حقا. الله. 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 بس. يعني يعز على نفسي أن يصعد قارئ على الدكة التي صعد عليها الأعلام الكبار. مثل الحصري ومصطفى اسماعيل ومنشاوي والبنة والمحمد رفعت. نعم. ويبقى حصلته من القرآن ربعين اتنين. ولا يجدهم. نعم. نعم. تقصد حضرتك بقى والشيخ محمد أن كل محافظة فيها نقيب للقراء. نعم. نحن عندنا نقيب لقراء جمهورية مصر العربية. فضلت الشيخ محمد حشات. نعم. وعندنا مجلس إدارة نقابة أيضا. من الكبار أيضا في مصر. نعم. مش عارف حضرتك كعود في مجلس إدارة أو لا. لا. طبعا النائب عندنا فضلت الشيخ عمد أبو فيوت. طبعا أخي الأصغر. نعم. وأشارني وأزنت له وقلت أنت له متفرغ. بارك الله فيه. وأنا رجل كبير في السن وأنت يعني كفء لها. أعطاك الله صحر الله فيه. فهو يعني نبعا كفر الشيخ كلها. وانا شرب به. بارك الله فيه. وكل محافظة مثله الشيخ الحشتي والشيخ طه النعماني. تمام. الشيخ الغيطاني فضلت الشيخ الشحات شهين. جميع المحافظات لها نقيب. كل محافظة لها نقيب. اه. اجتماعات أسبوعية. تمام. ما شاء الله يرون ما يطرق من مشاكل القراء ويطرق مشاكل المقرأة وكل شيء. طيب حضرك مثلا تقترع علينا مثلا كإعلام. نحن قبل ما يكون معانا قارئ. ليس من القراء المعتمدين يعني في الإذاعة الفيزيون أو كده. لابد من استشارة نقيبه. خلاص. علم. يعني أنا من كفر الشيخ. علم وينفذ إن شاء الله. وعندي عضو أضوية نقابة. نقيبي مين؟ نقيبي الشيخ أحمد عظم فيود. بالتليفون. أنا بستضيف فلان. أو هو اللي طالد يستضاف. آه تمام. ما رأيك فيه. نجيزه لأن هنا في قرية الرحمة إجازة للقارئ. تمام. صرف تقارئ. آه. يبقى بتعطيه إجازة. فمعتمد يعتبر معتمد. أيها نعم. بإجازة. على أي أساس. آه تمام. العالم كله بيسمع. العالم كله بيسمع. طبعا. قناة الرحمة ليست على دعنايل سات. آه طبعا. طبعا. عالم كله كله بيسمعها ويشوفها. مهابة ولها كرامة ولها. ما شاء الله. خلاص. إذن إحنا يعني خلصنا في هذا اللقاء. وأرجو أن تعيدوني بلقاء آخر. لأن الأستاذ معتز المخرج بيقول لي خلاص. مش قلت لك. مش قلت لك قبل اللقاء. مش قلت لك قبل اللقاء. لقاء أهل القرآن مبارك دائما. الله أكريمك. لعدنا قد وفينا. يعني يا السلام. وأكتر والله. ده كفاية الشرف لنا. إن إحنا خلصنا بحاجتين. إنه لابد من إعلاء دور الكتاب في المجتمع. نعم. والاهتمام بالمحفظين. نعم. الشيء الآخر إنه لابد من الاهتمام بالقراء. وتدريبهم تدريبا صحيحا. والرقابة عليهم رقابة مقننة ورقابة منظمة. وأن يكون مثلا هناك ردع. مش كده برضو ممكن. نعم. ممكن لمن يتمدى في الخطأ. لأنه ده قرآن. طبعا. ولا يجب التهاون فيه. تمام. فممكن الردع يكون عن طريق النقابة العامة. أو النقابة الفرعية. نعم. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني أنا سعيد جدا في هذا اللقاء. ويارب تعيدوني بلقاء آخر إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدين الأعزاء في ختام هذا اللقاء المبارك. مع أهل القرآن. واللقاء مع أهل القرآن دائما يكون لقاء مباركا ولقاء فتفاضا. ويارب تكون جلسة كده في الجنة. ويكون مجلس علم تحفونا فيه الملائكة. وتغشينا الرحمة. وتتنزل علينا السكينة. ويذكرنا الله في من عنده. باسمكم جميعا. وباسم قناة الرحمة الفضائية الغراء. وإدارتها. والعاملين فيها. نتقدم بخالص الشكر والتقدير. لضيفي الحبيبين. أخي وحبيبي. فضيلة القارئ الشيخ قطب الطويل. القارئ بالإذاعة والتلفزيون في مصر. والعالم العربي والإسلامي. ونجله المحبوب. فضيلة القارئ الشيخ محمد قطب الطويل. نلقاكم على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.